زمان كنت بلف كتير في كل حتة عشان اوصل لطريقة واحدة بس تكسبني ولو واحد دولار ابدأ استصمره في مجالي دلوقتي بنزلك طرق كتيرة وموجود طرق كتيرة على اليوتيوب تعلمك ازاي تكسب اقل حاجة واحد دولار من الانترنت بطرق سهلة وبخطوات سهلة زي الربح من الرفرال او السلسلة اللي انا بديق لك فيها انت فرصتك بقت كبيرة جدا جدا دلوقتي عشان تقدر تجيب راس المال اللي هيجيب لك الثراء الفاحش او الغنة اللي انت منتظره من على الانترنت من غير راس مال في البداية مش هتوصل بسرعة انا في بدايتي تعبت جدا عشان اوصل لاول راس مال ليا استصمره في المجال ده ولكن انت دلوقتي معاك طرق على طبق من دهب تجيب بها راس المال وانت حاطط رجل على رجل انت عندك الطريقة وانت عندك القوة وانت عندك العزيمة recibطان مش هقدر اشتغل على الطريقة دي عشان صعبة مش فاهمها لا ادي نفسك وقت وافهمها ما تقولش انا مش هتجبل في الموقع ده عشان بتطلب مني حاجات تعجزية لا اكمل فيه ولف وضور كتير جدا جدا وحاول مرة واثنين ومية عشان تتقبل فيه وتشتغل ما تقولش التسويق هنا صعب لا اشغل دماغك واشتغل بكل ما قوتيت من قوة عشان توصل في النهاية لراس المال اللي هيبني لك المشروع الكبير اللي هيجيب لك الثلاء الفاحش زي ما انت متخيل هكلمك النهاردة عن طريقة جديدة وطريقة التسويق خاصة بها ازاي تقدر تكسب خمسة دولار خمسة دولار يعني تقريبا تسعين جنيه مصري لكل واحد هيسجل من خلال اللينك بتاعك احنا مش بنتكلم عن حاجة اسمها ريفرال لان مفهوم الرفرال في مصر عمتا واخد اتجاه شمال خالص مفهوم الرفرال متاخد غلط جدا جدا ولكن بنتكلم عن مفهوم الافليات بنظام يعني ايه يعني حد يخش يسجل يحط الايميل بتاعه والبيانات بتاعته انت كده خد بتاعك بيسجل في ايه بقى دي اللي تتحاسب عليها في حتة حرام او حلال بيسجل في موقع الموقع ده مفيش في حرمانية يبقى انت مية مية بيسجل ياخد معلومة يبقى انت مية مية بيسجل يضحك عليه يبقى انت كده غلط فركز معي بالله عليك الموقع اللي جايبه لك النهاردة اي حد يتمنى يسجل فيه بالاخص في الايام اللي احنا فيها دلوقتي. وهو ريك تجربتي الشخصية في تكبير حاجة معينة وجمهور معين وخدت لي كده لويالتي حطيته في جيري. ممكن بعد كده استغله في الطرق دي وفي التسويق للطرق دي واجيب بدل الخمسة خمسين وخمسمية كمان. الموضوع الصعب عليك. يلا بينا. يلا بينا. ما تنساش ثانية واحدة. اللايك والشير والكومنت. بطلبه منكو دل مرة الاولى. بعد اذنك. قبل ما تكمل معي الفيديو في زرار اسمه لايك تحت كده تحت الفيديو على طول. اضغط عليه. هيتلول الازرق. تحت منه او جنب منه هتلاقي زرار تاني اسمه او اشتراك. دوس عليه هو لونه احمر هيبقى لونه رماضي. اول ما بتدوس عليه يبقى انت بقيت تنين من التنين وبيت حد كبير جدا جدا عندي انا شخصية. جنب منه بقى زرار الجرس. دوس عليه واختار اول واحدة. اللي هي كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد في محتوى القناة والايام اللي جاية هنزللكو باذن الله استراتيجيات مدفوعة او بمعنى صاحب بتحتاج وقت شوية عشان تشتغل عليها. للناس اللي هتشتغل على الطرق دي بتاعت الرفرال او الافليات وتجيب راس مال وتحب تشتغل معنا وتكمل. المهم هنتكلم النهاردة عن منصة او اي ان كان نوعية نطقها. خلاص يا اسمها صعب شوية ما علينا. المنصة دي يا شباب بتقدم او بتقدم زي ما تنتجها برضو براحتك كورسات كورسات دي باشتراك زي ما نقول كده اه اشتراك المنصة نفسها. نزل موقع يوديمي ولكن الموقع ده بيجدملك او بمعنى صح موقع اللي فات او الفيديو اللي فات اللي تكننا فيه عن تعريبا خمسة دولار برضو نفس الفكرة اللي هي دي تعلم واربح سبع دولار الموقع ده اه لانا اكتشفته بعد كده ان هو ميش بيقبل العرب بمعنى صح فانت كنت بتلف وتدور عليه او يا اما تخش تكلم الدعم بشكل خاص وتثبت لهم ان انت تقدر فبتتقبل وتشتغل في ناس كتيرها تقبلت بس ناس قليلة يعني ممكن من الست الاف اللي شايفوا الفيديو طلع منهم مثلا مية على الاقل يعني خلاص ولكن الموقع ده مش بيشترط عليك دولة معينة هتقدم هتتقبل بازن الله بعد المراجعة ولكن لازم تقدم بموقع وتقدم بقناة وتقدم حاجة من التلاتة يكون فيهم ناس كتير وهعرفك ازاي دلوقتي خلاص وهوريك الاسبات كمان من عندي تمام الموقع ده بيجدم له كورسات اي حد دلوقتي بيدور على كورسات اي حد اونلاين بيدور على كورسات بلا خاصة الطلبة والناس اللي ثابت اه يعني شغلها وبتحب توسع من اه يعني بتاعتها والكلام ده فالناس عايزة كورسات فانت فيد الناس دي واستفيد انت فيد الناس عن طريق ان تدلهم على العضوية المجانية في موقع وانت تاخد خمسة دولار على كل واحد هيسجل من خلالك تمام المهم هتوشي كده على الرابط اللي تلي تحت في الخاصة بالافليات هتلاقي العلامة دي او زي ما احنا عارفين احنا شغلين او هنشتغل على منصة اه اسمها تمام المنصة دي مضمونة جدا جدا خاصة بالافليات انت بتاخد خمسة دولار على كل تاخد خمسين في المية على يعني لو اه العضوية الشهرية تمامها عشرة دولار انت بتاخد خمسة دولار لو حد اشتراها من خلالك تاخد فيها خمستاشر في المية بتاخد فيها عشرة في المية دا لو اللي هيجي من خلالك هيشتري مش هيشتغل على الغوية المجانية تمام المهم دي طبعا كافة البانيات التانية دوس كده على تمام هيدخلني على المنصة اللي هسجل من خلالها والتسجيل سهل جدا جدا زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت مش هشرح تسجيل عشان الموضوع ما يطولش مني المهم بتملى هنا البيانات لو انت عندك اكاونت قبل كده بتدوس كده على لو انت عندك اكاونت عشان يزهر معك بالشكل ده لو دوست عليه كده بيزهر معك الاكاونت الاولاني اللي فيه طبعا المنصة الاولانية والاكاونت التاني اللي انت سجلت به هنا خلاص فركز معي لو انت عندك اكاونت مصبك لو انت شفت الحلقة اللي فاتت خلاص فانت عندك اكاونت. فتسجل بنفس الاكاونت اللي موجودة عندك. لو ما عندكش بتسجل اكاونت جديد عادي جدا. اهم حاجة تحط الويب سايت هنا. ما عندكش ويب سايت عندك قناة يوتيوب حطها. ما عندكش قناة يوتيوب عندك قناة على التيلجرام حطها. ما عندكش على التيلجرام عندك قناة على الواتساب حطها. وكل الكلام ده سهل جدا جدا توصله. خلاص? هعرفها كواريك الاثبات. بتملع باقي البيانات. خلي بالك ان تستحب علي البيونير او تستحب علي حساب بنكي. ظبrian كانت الحساب تبدенных ده فى مصر او فى اى دولة تانية. خلاص لو لا لا لديكش حساب بنكي فى مصر معاك البايونير? معاك واسيط يا سيدي. حط الحساب البانكي امريكي خلاص بتخليها لكنك انت تستحب فلوسك على حساب بايونير. الموضوع سهل برده بسيط. اي واسيط ممكن يدي بسيط وواسيط. ما عليك. بتبلع باقي البيانات تدوس كده على كونتينيو بيدخلك على بتكتف فيها البيانات اللي كده بنها في الحلقة اللي بادت عشان ما تقولش عليك بقى كده اللي هي بياناتك انت الشخصية بتعديها بتستنى زي كده الموقع او الحساب بتاعك بيتراجع بعد ما بيتراجع بتلاقي تقبل منك على طول وبازن الله ما فيش اي رفض خالص دائرت كده اه ولكن اسبت لهم بقى ان انت تقدر تسوج للخدمات بتاعته طيب ازاي اقدر ان انا اجيب ناس تسجل كلامك حلو يا ريان وانا سجلت وتقبلت وربنا كرمني ازاي اجيب ناس بقى تسجل من خلال اللينك بتاعي هديك مثال بسيط ده كده جروب واحد بس اسمه تعلم اللغة الانجليزية بالعربية خش كده على discussion تمام اه الجروب ده في حوالي اربعمائة الف اربعمائة الف يوزر الجروب ده مفتوح للنشر اي حد ممكن ينزل فيه لينكات تنزل بوستات تنزل صفحات تنزل جروبات تنزل براحتك الدنيا مفتوحة معاك هنا اي حد بنزل في الجروب ده والبوستات هنا زي ما ان شايفين بتجيب يعني تفاعل محترم جدا 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 كمان خلاص يعني خمسمية في بوست كتابي فقط خلاص اه طبعا ده كده البوست مش هوريك اسم الحساب ما علينا انت تنفوش تشوفوه اه البوست ده منزل مبارح خلاص من اعاكاوته تاني انا عملته بس للتجربة مش اكتر هتلاقي هنا اه تقريبا تلتمية وخمسين او تلتمية وتلاتين لايك اه في شيرز كتير في كومنتات وفي هنا لينك اللينك ده يا معلم انضمه اه لقناتنا على تيليجرام طبعا المشكلة الكبيرة في الجروب ده ممكن معظمه وما يكونش عنده تيليجرام ولكن معظمه وعنده واتساب فانت لعملت قناة واتساب او قنوات واتساب وسوقت لها فالموقع ده يعني مسلا القناة واحدة الحد الادنى او الليمت بتاعها متين يوزر هتخلص القناة في يوم انا متأكد من يوم في المية انا جربت ودرست على طبعا على دي بتدخلك على القناة بتاعت اللي انا يعني لسه بجرب فيها الموضوع ده وبشغيل فيها المهم يعني انا بشارك معاك الحتة دي انت بقى لو دخلت دورت في الجروب ده والجروبات التانية الكتيرة جدا جدا وقلت له يا شباب بتفضلوا كورس خاص باللغة الانجليزية تتعلموا ميه اللغة الانجليزية بمعنى او بشكل كويس جدا جدا انت كده بتوصل طب ما عندكش موقع اروح اناعمل موقع خاص بتعلم اللغة الانجليزية وانزل فيه دروس وفيديوهات وحاجات خاصة باللغة الانجليزية ازاي وانا اصلا ما بفهمش يعني انا ما عنديش حتة اللغة دي برضو بقول لك خلي عندك عزيمة يعني انت تقدر لو جربت ايه اللي اثبت لك ان انت بفاشل ايه اللي اثبت لك وبيان لك ان انت حد ما تفهمش في اللغة دي لا يا معلم خش جرب واشتنى سهلة وبسيطة يمكن تنجح ايه المشكلة ما تحكمش على الحاجة من بدايتها لازم تجرب اعمل الموقع ابدأ نزل المواضيع هنا كده في الجروب المحترب جدا جدا ده اللي معرفش مين صاحبه والله ولو اعرف اشكره من كل قلبي انه سيبه مفتوح بس ياريت بعد اذنكوا استخدموا الجروبات دي استخدام صالح يعني ما لاش تنزلوا كتير 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 بحس تخلوا الجروبات دي بعد كده تتقفل وتقفلوا على اصحابكو والدنياة بضايا معاكو انت ممكن قناة يوتيوب توصل بيها للالف المشترك والاربع تلاف ساعة وشاهدة بسهولة ممكن موقع بتاعك تجيب بيه زيارات تكسب ما لا يقل عن عشرة دولار يوميا من جوجل اكسن الموضوع ده سهل وبسيط والله والدنيا عندك كويسة جدا جدا بس شغل دماغك توصل وتكسب فلوس كتيرة جدا جدا وحلال وباذن الله البديوات اللي جاية زي ما قلت لكم هكمل في سلسلة الريفرال وانزل تحت في الكمونتات دوليكت بعد ازنك وقول لي ان انت كملت دقيق عشرة لاخر الفيديو يعني فرحني عشان افرحك خلاص اه هكمل في سلسلة الافليات الناس المبتدئة اللي ما عندهيش رسمال وفي نفس الوقت هيبقى فيديو افليات بعد منه على طول فيديو تاني فيديو تاني ده ممكن يحتاج رسمال ممكن يحتاج فهم مش محتاج رسمال بس يحتاج شغل كتير غير الافليات هنزلولكو برضو خلاص هيبقى فيديو كده وفيديو كده لحد ما اخلص الكام فيديو بتوع اه الافليات بالمناسبة انا عندي هنا كده النوتة كاتف فيها يعني دي كلها مواضيع مش عارفها تدامكم ولا لا وفيه كمان هنا كمان مواضيع تانية خاصة بالافليات فكل ده اصلا مواضيع هنزل لكم في القناة بإذن الله في الام اللي جاية عشان كده يعني خليك يعني متأكد من اليوم في المية ان وجودك هنا بإذن الله مش هتضيع وقتك كتير ومش هتضيع عليك اي حاجة اعمل بس اشتراك ولايك وفعل زر الجرس هم حاجة كان معكم رايين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة